صباح الفيل النهاردة هناخد موضوعنا في المصل فيسيولوجي الموضوع ده بيعتبر تالت محاضرة بالنسبة لنا وكانت اول محاضرة تكلمنا فيها عن وثاني محاضرة تكلمنا فيها عن المحاضرة النهاردة هتتكلم عن طيب يعني ايه كلمة هتبتدي تدرس انت مجموعة من الـ events دي هتربط ما بين وما بين وإحنا كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت في موضوع الـ excitation اولا يعني ايه كلمة ان انا عايز اعمل في العضلة دي طيب يعني ايه اعمل في العضلة وازاي اوصل في العضلة ده اللي كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت في الكلام عن طيب افضل المسل دي هتبتدي تستجيب والاستجابة بتاعتها هتكون في صورة مصل يبقى انها عامل في العضلة البطل عندي في هي جزئية او جزء اسمه هو اللي هيبتدي يعمل عملية اللي سلايدنج للثين فيلمنت أوفر الثيك فيلمنت ويسبب الشورتنينج أوف ساركمير وبالتالي الشورتنينج في العضلة كلها ويبتدي يحصل عندي موضوع الكونتراكشن طيب مين هو الكروس بريتج لانه ممكن اكون ناسيا الكروس بريتج ده بارت من الثيك فيلمنت الثيك فيلمنت اللي هي المايوسين فيلمنت الثيك فيلمنت دي اللي موجود عندي هنا تحت مايوسين فيلمنت المايوسين فيلمنت دي هي اللي بتفضل سبتة واللي سلايدنج بيحصل للثين فيلمنت اللي هو الأكتن فيلمنت هو اللي بيحصل له سلايدنج أوفر المايوسين فيلمنت وبعد السلايدنج ده بيبان عندي الشورتنينج في الساركمير طيب عايزة شاور بالزبط على اللي هي الكروس بريتج ونقول ان الكروس بريتج عندي عبارة عن الهيد والارم الهيد والارم دول فيهم شيء من الفلكسابيلتي فيهم مرونة المرونة دي بتسمح لهم بانهم يبتدوا يعملوا سلايدينج ويسحبوا الاكتن اوفر الميز طيب المرونة دي جات منين جات من وجود هنجس موجودة في الكروس بريجس هنجس يعني ايه لو انا دخلت وشفتها هيقول لي دي معناها كلمة مفصلات مفصلات يعني تخلي فيه حرية للحركة في الجزئين اللي مسكين ببقى طيب عندي كروس بريجس اتفقت انها عبارة عن هيد وعبارة عن عرب هلاقي اول هنجس موجودة فيها بتوين الارم and البادي دي اول واحدة طيب وتاني واحدة هتكون فين بتوين الهيد and الارم طيب الاتنين دول هيعملوا ايه هما اللي هيعملوا اللي سلايد اوف الاكتن اوفر الميز يبقى هما دول التو ستركتشر اللي موجودين عندي او اللي هي الهنجس اللي هتخلي الكروس بريجس دي تقدر تسحب الاكتن اوفر الميز طيب نبتدي حملية الاكسيتيشن كونتراكشن قبلينج وده اللي كنا بدأناه في المحاضرة اللي فاتت وقلت ان انا بيجي عندي فيه الموتور نيرون او اللي هي النيرون اللي موجودة اللي بتبعت افرنت نيرفا في بتاعها فيه اكشن بوتينشيال عشان يبتدي يستيميوليت المصر وكان الجزء اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت ان هنا فيه جزء عندي اسمه الموتور اند بليت الموتور اند بليت اللي هو الجزء اللي بيتكبر قدامي ده الجزء ده اللي هو هيبتدي فيه الاكسيتيشن بتاع العضلة طيب هبتدي ازاي موضوع الاكسيتيشن اوف مصل اكسيتيشن اوف مصل بيبتدي بالارايفل اوف اكشن بوتينشيال في النيرفا فيبر اللي انا كنت شايفاه ويوصل ليه في الترمينال اند اوف نيرف فيبر زي ما اتفقنا فيها والفيسيكلز فيها أستايل كولين أنا عايز أخرج الأستايل كولين ده عشان أبتدي عملية نخرج إزاي مجرد وصول الأكشن بوتينشال اتفقنا أنه هيفتح يدخل الكالسيوم الكالسيوم مهم لعملية فيخرج الأستايل كولين الأستايل كولين فيه السينابتك كليفت أفكركم بكلمة سينابتك كليفت هي الاسبيس اللي بتوين الترمينال اند اوف النيرف فيبر اند الموتور اند بليد اوف المسل الاسبيس الصغير ده حتى من اسمه كلمة كليفت يعني حاجة دايقة أو مسافة دايقة ده اسمه السينابتك كليفت والأستايل كولين هيعدي فيه السينابتك كليفت علشان يعمل ايه عشان يوصل الريسبتورز بتاعته ويبقى بايند بيها ويفتح ليه جاند جيت كتين الشانلز واتفقنا في المحاضرة اللي فاتت احنا سميناها كلمة كتين الشانلز لانها هتعمل حاجتين هتسمح بمرور سوديم وبوتاسيوم وطبعا لما اقولها هتسمح بمرور سوديم وبوتاسيوم فانا هقول ان انا لما افتح السوديم موجود بكتير فين موجود اوتصايد لسل بتاعتي بتاعتي هي العضرة بتاعتي فهيدخل من برا لجوه طب والبوتاسيوم لو حبيت حركوا يبقى منين من جوه لبرا طيب في حد هيقول طب من هدخل سوديم وهخرج بوتاسيوم فانت ريزالت زيرو لا انا عندي هنا بيدخل كميات كبيرة من السوديم اكتر من البوتاسيوم اللي خارج فبالتالي بيحصل جنريشن للإند بليد بوتينشيل بيحصل كلمة دي بولورايزيشن اللي هي اللي عندي فبسميها طيب استفدت ايه من هل هو ده الاكشن بتنشيل بتاع العضلة قال لي لا ده الاكشن بتنشيل ده مش اكشن بتنشيل ده خاص بالجزء الصغير اللي هو الموتر اند بليد اللي موجودة طيب انا علشان اعمل العضلة فانا هبتدي منبه على الجنبين الميمبرين اف مصر ويبتدي يوصلهم هما للثريشول طيب انا هنا هبتدي اوصل للثريشول ويحصل هنا الاكشن بتنشيل يبقى اللي حصل في الجزء الصغير ده كان اسمه اند بليد بوتينشيل والاند بليد بوتينشيل ده مش اكشن بتنشيل ده جريدد بوتينشيل جريدد بوتينشيل يعني يعني بوتينشيل مالوش كلمة ثريشول كان بيه صميت فعشان كده بيبقى شغال أو يبقى الوظيفة بتاعته إنه هو يبقى كاستيميلوس والأريا اللي على الجنبين أو في مصر من برين هي اللي هتبقى من أكشن بوتينشيل يبقى أنا هنا من بدايتي هنا النهاردة أقول إن أنا كنت عارف إن بيوصل نير أو أكشن بوتينشيل هنا في الترمينال إن والجزء اللي تحتي ده اللي اسمه الموتور إند بليد الجزء ده بيحصل فيه إند بليد بوتينشيل اللي اتفقت عليه الجزء ده لما يحصل فيه إند بليد بوتينشيل يبتدي ينبه السيل من برين اللي على الجنبين ده بتاع العضلة فبيدخل هي في إيه في أكشن بوتينشيل طيب أنا هعمل هنا كلمة أكشن بوتينشيل الأكشن بوتينشيل برو با جيتد على السيرفس أوف المصل سيل من الناحيتين طيب لما يمشي فيه السيل من برين من بره هيمشي فيه كمان آه ده أنا فاكرة هنا إن هنا فيه انفاجينيشن للسيل من برين الانفاجينيشن للسيل من برين ده عمل سميته تيتي بيول التيتي بيول ده ترانسفيرسي تيبيول فخدت اسمها كلمة تيتي بيول طيب التيتي بيول ده ما هي إلا انفاجينيشن للميمبرين وهنا هيمشي الأكشن بوتينشيل ويل بي برو باجيتد تيتي بيول طيب التيتي بيول دي أهميتها إيه لأ دي مهمة جدا كتعاملها لنك مع جزء مهم في العضلة اللي هو سميناه الساركوبلازمي كريتيكيلم ولو فاكرين ساركوبلازمي كريتيكيلم هي السموس اندوبلازمي كريتيكيلم which is modified ومليانة كالسيوم كتير جوه السلسل بس الكالسيوم ده محبوص محبوص بايه محبوص بشانل بنقول عليها الكالسيوم ريليزينج شانلز أو التسمية بتاعتها كلمة رايا نودين في سبط طيب علشان أبتدي عملية الكونتراكشن أنا محتاجة الكالسيوم اللي متخزن في الساركوبلازمي كريتيكيلم دهن هو يخرج طيب يخرج إزاي وفي بوابة أفلة البروباجيشن أوف أكشن بوتينشيل تي تي بيولز هيبتدي يعمل اكتيفينشن الريسبترز موجودة في تي تي بيول اتفقنا وسمناها الديهايدرو بايدين ريسبترز الديهايدرو بايدين ريسبترز دي قلنا عليها الفولد جي سينستيف ريسبترز أول ما يحصل بروباجيشن للأكشن بوتينشيل في تي تي بيول تبقى اكتيفيت ولقيها راحت فتحة على طول مين فتحة البوابة بتاعتي أو فتحة اللي هي الكالسيوم ريليزينج شانلز التوابة بتاعتي هنا اتفتحت وبدأ يخرج الكالسيوم من الساركوبلازمي كريتيكيلم خروج الكالسيوم من الساركوبلازمي كريتيكيلم هقول عليه الفرس تستيب في عملية المسل كونتراكشن المسل كونتراكشن هنا بدايته بخروج الكالسيوم من الساركوبلازمي كريتيكيلم ويبتدي الكالسيوم ده اللي خارج يعمل اكتيفيشن للبروسيس اوف كونتراكشن وعملية الكونتراكشن هقول عليها انها هتم في اربع خطوات الخطوة الأولى حسبتها اللي هي خلوج الكالسيم طيب الخطوة الثانية أبص على العضلة هي العضلة دي كان اللي مخليها قاعدة كده في رست ليه العضلة دي ما بتعملش contraction باستمرار العضلة ما بتعملش contraction باستمرار لأن انت علشان تبتدي cross breaches of myosin filament تبقى interact with thin filament أو الاكتن أنا لازم هنا أمسك في جزء مهم في thin filament أو في اللي هي الاكتن بالذات فيها سايت اللي هو الاكتف سايت اللي موجود فيها والاكتف سايت زي ما أنا شايفه متغطي بالشريط والشريط ده سميته اللي هو tropomycin في الوضع ده اللي هي المصر أثناء الرست بتاعها أنا منع الانتر اكشن بتوين المايسن and الاكتن يبقى هنا لا المايسن يقدر يوصل للأكتن ولا أقدر أعمل contraction لازم هنا علشان أبتدي أعمل contraction لازم يظهر عندي آآ آينز مهم اللي هو الكالسيوم آين والكالسيوم آين هو will remove الانهيبشن وبيسمح بالبايندينج of cross breaches of mycine with الاكتن طيب الكالسيوم ده بيعمل إيه أبتدي أقبر الصورة اللي موجودة عندي وافتكر شكل thin filament thin filament كان عبارة عن ثلاث أنواع من البروتينز اللي موجودة عندي البروتينز الأول اللي هو الاكتن والاكتن ده بيهمني منه إن انت ترجع تفتكر وبص إن فيه البايندينج اللي هي الاكتف سايت الاكتف سايت ده السايت اللي هو بتاعي اللي هي السايت for cross breaches of mycine إنها تقدر تمسك في الاكتن تعمل بايندينج مع الاكتن فبسميه كلمة اكتف سايت طيب الاكتف سايت ده أثناء الرست متغطي بمين متغطي بالشريط اللي ماشي ده اللي سميته tropomycin التروبو مايسن مغطي الاكتف سايت اللي موجودة في الاكتن فمانع cross breaches من إنها تمسك في الاكتن وإنها تبتدي تحرك طيب فيه بروتين تالت اتفقنا عليه اللي هم دول اللي هم التروبونين التروبونين ده كان عبارة عن كأنه تلاتة بارتس التلاتة بارتس اللي احنا قلنا عليه لما كبرناه هنا أدي اللي هي فيه تروبونين واحد أدي اتنين أدي تلاتة هو وظفته اللي هي النهائية انه مثبت التروبو مايسن على الاكتن ومغطي اللي موجودة عندي طيب هو كان أنواعه اللي موجودة كان فيه تلات أنواع تروبونين اي تروبونين اي ده اللي هو بايند بي الاكتن تروبونين سي ليه افنتي عالية ليه الكالسيوم تروبونين تي اللي هو ماسك بي التروبو مايسن طيب مع أول ظهور للكالسيا منيبتدي يحصل اي ابتدي التروبونين يغير شكل التروبو مايسن ويعمل له عملية ازاحة ازاحة يعني اي يعني يبعده عن البايندينج سايت اللي هي الاكتف سايت اللي موجودة عندي في الاكتن لما افتح البايندينج سايت اللي موجودة في الاكتن فأقدر أخلي اللي هي الثيك فيلمنت المايسن فيلمنت الكروس بريتجز بتاعتها اللي موجودة تقدر توصل للبايندينج سايت أو الأكتف سايت اللي موجودة في الأكتف واللي ستيب دي تبقى تاني ستيب في المسل كونتراكشن وبسميها كلمة أكتفشن أوف مسل يبقى يعني إيه كلمة أكتفشن أوف مسل يعني عملتلها إيه أكتفشن أوف مسل أو لكن في أثناء الرست كانت البايندينج سايت بتاعتي دي متغطية بتروبوميسن واللي حركت تروبوميسن وبعده عن الأكتف سايت هو التروبونين مع ظهور الكالسيوم لأفنتي عالية بتروبونين سي أول ما مسك بتروبونين سي يبتدي يحرك التروبوميسن يبتدي الاكسبوز للبايندين يبتدي الكروس بريتيس هتقدر تعمل بايندين للأكتن موليكيور طيب دي تاني خطوة كانت اكتيفيشن اوف مصر بروتين تالت خطوة ان انا اعمل ايه اعمل جينيريشن اوف تينشن ويعني ايه كلمة جينيريشن اوف تينشن جينيريشن اوف تينشن التنشن هو الفورس which developed in the muscle أثناء الكنتراكشن طيب والفورس دي انت هتعملها ازاي في ايه هيزهر عندي هيزهر عندي اللي هي عملية السلايدينج عملية السلايدينج اللي انا شايفها السلايدينج اوف الاكتن اوفر الميسن اهي ادي الاكتن بس لقيه بيتشد الجوة في الساركمير عمله سلايدينج اوفر الميسن طيب عملية السلايدينج دي عملية سهلة قال لي لأ داخل عملية جينيريشن اوف تينشن دي هيزهر عندي اربع خطوات هتم طب لو حبيت ابرص وقول ايه هم الاربع خطوات اللي هتم من قبل ما اطلحهم انا بلاقي الهيد او دي بتعمل ايه في الاول بتلزق تمسك بالبايندينج سايت عندي يبقى اول خطوة انها جات اهي وراحت اللي هي البايندينج سايت اللي هي الاجزاء المنورة دي هي اول حاجة مسكت فيها وبعدين بلاقيها بتعمل حاجة حلوة قوي ليه شو عايفين بتتني انا هي بعمل بندنج بعمل بندنج التانية مع التانية بتاعة الكروس بريتجيز دي بعمل ايه بعمل سلايدينج الليه الاكتن اوفر المايسن باشداء طيب وبعد كده محتاجة ايه محتاجة اسيب وارجع للوريجنال بوزيشن بتاعي عشان ابتدي نيو سايكل يبقى جينيريشن اوف تينشن ده تم باربع خطوات اول خطوة هقول علي بايندنج تاني خطوة بندنج تالت خطوة ديتاجمن رابع خطوة اللي هي الريتيرن علشان ارجع للوريجنال بوزيشن وابتدي نيو سايكل طيب الفرس تستيب عندي اللي هي كانت عملية البايندنج البايندنج اوف المايسن او الكروس بريتجيز بالاكتف صايد اللي موجودة في الاكتن طيب ده بيتم ازاي بيتم سبونتونيوسلي اول ما اشيل التروبو مايسن من على الاكتف صايد الاقي على طول الكروس بريتجيز راح اتعمل معها البايندنج يبقى ده كده تلقائي مجرد ظهور الكالسيوم اينز عندي في العدلة رحت العدلة دي وراحت محركة الكالسيوم ده محرك المسك بالتروبو تروبونين سي حرك تروبو مايسن راح عمل اكسبوجر للاكتف صايد راح حصل البايندنج طيب بعد البايندنج اللي موجودة عندي بلاقي على طول في ايه بيندنج يعني ايه كلمة بيندنج بيندنج birindenج انها بتتني شايفين اهي وتلاقيها خدت وراحت متنية التانية دي عملت فيها ايه عملت سلايدنج عملت شدت اهي على الاكتن فلا من تحركته طيب عملية البيندنج دي عملية سهلة لا دي مش عملية سهلة دي عملية بعمل فيها سلايدنج للاكتن على الميسن يعني العملية دي انا بقوم بمجهود واول ما اقول ان انا بقوم بمجهود يبقى انا لازم باستخدم الانرجي اللي انا باستخدمها باستخدمها في ايه باستخدمها في الفوسفوريليشن او الكروس بريجيس او المايوسين فيلمنت عشان اقدر اعمل عملية السلايدنج واقدر اعمل اعمل جينريشن للتنشن طيب الاتب ده انا اخدته منين الاتب ده كان موجود في الهيد اوف المايوسين فيلمنت ده كان عندي ثلاثة important sites موجودين ان فيه سايت يمسك بالاكتن وفيه ايتي بي مولوكيول ومعه الاتبز بتاعه فهنا الاتب مولوكيول هيبقى hydrolyzed بالاتبز ويطلع ايدي بي والانورجانيك فوسفيت وانا استخدم او اعمل فوسفوريليشن للهيد اوف المايوسين واعمل عملية السلايدنج طيب يجي عملية ال detachment علشان افصل وارجع لل original position بتاعي هل العملية دي سهلة لا قال لي detachment انا هنا لما انا عملت سلايدنج استهلكت الانرجي اللي كانت موجودة عندي وعلشان اعمل detachment لازم تمدني بنيو ايتي بي مولوكيول علشان اقدر افصل عن الاكتن فيلمنت وابتدي ارجع لوضعي الاساسي واعمل نيو سايكل طيب يبقى هنا عملية detachment زي ما ظهرها دي عملية هي البايندينج والبيندينج هنا معاها بعمل هايدروليسيز للاتب ويبتدي الاول يخرج الانورجانيك فوسفيت وبعدين الاتب لو ملاحظين وعلشان تفصل شايف هنا عشان تفصل بعمل ايه عشان افصل لازم يظهر عندي نيو ايتي بي مولوكيول يمسك في الهد علشان اقدر اسيب وارجع لل الوضع اللي بتاعي يبقى الديتاتشمنت محتاج ايه محتاج نيو ايتي بي مولوكيول والنيو ايتي بي مولوكيول هيجي فين اما اعمل او اعمل ريموفر لال ايتي بي والانورجانيك فوسفيت اشيلهم ابتدي احط مولوكيول جديد من ال ايتي بي عندي يبتدي يحصل الديتاتشمنت وتبتدي ترجع الهد اوف ميسن لوضعها ان هي تبقى يعني يعني الاقي عندي الانرجي وفي الات بي جاهز في صورة ايتي بي والانورجانيك فوسفيت موجود عندي فيبتدي يعمل عملية ايه اللي هي نيو سايكل يقرر السايكل فدي بقول عليها كلمة ايه السايكل اللي انت بتشوفها دي بتتكرر اكتر من مرة في كل مرة انا ببتدي امسك هنا يعني انا لو انا كنت ماسك هنا وببتدي اعمل لما افصل ارجع لمكان ابعد وابتدي اشد واسحب اللي هي السين فيلمنت وادخلها الجوه فيحصل في الساركومير وبالتالي في المصل كلها على بعضها طيب يبقى لما اتسئل ويتقل الات بي اللي هو بيعمل اللي بيعمل الكروس بريتش سايكل الات بي ده استخدمته في انهي خطوات ارجع اللي هي السايكل بتاعتي بتاعة الكروس بريتش كتبارة عن اربع خطوات خطوة اولة كلمة بايندين فولود باي بيندين بيندين وبعدين ديتاشمنت وبعدين ريتيرن طيب عملية ال بيندين هي اللي استهلكت ولا البييندين اللي لا عملية البييندين كانت الهيد اساسا كانت بتبقى متحضرة في البوزيشن بتاعة الميسن كروس بريتش بريفياس لينرجايز يعني ايه كلمة بريفياس لينرجايز يعني كانت مجهزة بالاتب والسبلتن اف اي تي ب انتو اي دي ب والان ارجانيك فوسفيد ويطلع طاقة وي الكروس بريتش في وضعها ده بقول عليها كوكد بوزيشن او اللي هي الوريجنال بوزيشن بتاعها او البوزيشن اللي يخليها جاهزة انها تعمل البايندين البايندين ده سبونتونيوس لتلقائي بمجرد الريموفل اف تروبو ميسن من الاكتف سايت اف الاكتن الاقي راحت على طول الكروس بريتش لزقة في الاكتف سايت بعد اما لزقت في الاكتف سايت تبتدي تسحب الثين فيلمنت تعمل سلايدنج للسين فيلمنت على الثيك فيلمنت فتعمل كلمة تعمل كلمة بندنج طيب وكلمة البندنج دي هي اللي راح تستهلك الطاقة اللي كانت موجودة عندي اللي انا كنت محضراها في الكروس بريتش في البداية وانا قاعد اسناء فكلمة بندنج هي الخطوة الاولى بالنسبالي في استخدام الاتب طيب عملت بندنج وشديت على محتاجة اعمل محتاجة قسيد ومحتاجة ارجع لل بس بس وانا بعمل البندنج عملت ايه وانا بعمل البندنج قالني انتي استهلكتي اي تي بي والاتب اتقصر عشان اعمل في صورة اي دي بي وان اورجانيك فوسفيد فأثناء عملية اللي هي البندنج بيبتدي ايه وبعد اما يخرج الان اورجانيك فوسفيد يرجع مين يرجع يخرج ال اي دي بي طيب بعد اما عملت عملية اللي هي ال الريموفر للهايدروليسيس عايز افصل واشيل واعمل ديتاتشمنت ل من اللي موجودة عندي طيب الديتاتشمنت ده اللي محتاج طاقة او لا مش محتاج طاقة محتاج طاقة بس انا قريدي كنت استخدمت الطاقة بتاعتي عشان انا استخدمت الطاقة بتاعتي يبقى لازم العضلة دي تتمد او يوصل لها نيو مولوكيول اوف اي تي بي طيب النيو مولوكيول اوف اي تي بي ده لو ما كانش موجود لو ما كانش موجود ما هقدرش اعمل عملية الديتاتشمنت يبقى الديتاتشمنت دي تحصل باننا الاول اعمل ريموفل للATP Hydrolysis Product اللي هما الATP والإن أورجانيك فوسفيد بعد ما عمل لهم ريموفل من الكروس بريجيس أروح حطى نيوم الكيول من الATP في مكانه مرة تانية الATP ده اللي موجود هو اللي هيخلي الكروس بريجيس دي ترجع ليه الوريجنال بوزيشن هيخليها تعمل ايه؟ هيخليها تعمل detachment وبعد ما تعمل detachment تعمل return ليه الوريجنال بوزيشن وأقرر السايكل دي أكتر من مرة هتفضل تقرر السايكل دي قد ايه؟ طول ما فيه كالسيوم آين موجود وأفاليبل فيه العضلة هتفضل العضلة دي تقرر عملية اللي هي السايكل أوف الكروس بريجيس طيب لو حبيت أرجعها مرة تانية هقول إن أنا بدايتي هنا والعضلة المفروض إنها بتبقى energized energized دي يعني ايه؟ الهيد دي اللي موجودة عندي اتفقت إن هي فيها لثلاث أماكن مكان هيعمل binding معها الاكتن ومكان بيكون في ATP ومعها الATBs بتاعه جاهز علشان يبقى مصدر للإنرجي عندي بتكسير الATB وتحويله الATB وإن أورجانيك فوسفيد طيب مع وجود استيميلاز وظهور الكالسيوم آين وأعمل أكشن بوتنشال في العضلة واتفقت إن أول ما أعمل الأكشن بوتنشال في العضلة يبتدي الأكشن بوتنشال بروبا جيتد على المنبرين بتاع العضلة ويبتدي يمشي في التيت يوبيول ويخرج الكالسيوم آين من المغزن بتاعه اللي هو الساركوب لازم كريتيكيلم أول ما يظهر الكالسيوم عندي يبتدي يحصل الفرست ستيب اللي هي عملية البايندينج بايندينج اللي هي الكروس بريجيز دي كده الكروس بريجيز بالاكتف سايت اللي هو اللي موجود فيه الأكتف والعملية دي استيل ما استهلكتش الطاقة شايفين شكلها أدي الإنرشي بتاعتي وأدي الإيتي بي اللي هو الموجود أول ما أعمل عملية البايندينج هي البايندينج هي ألاقيني استهلكت الطاقة استهلكت الطاقة هي الإنرشي بتاعتي والإيتي بي بقى فري الإيتي بي عن الإن أورجانيك فوسفيت عملت عملية البايندينج طيب بعد البايندينج المفروض الخطوة اللي بعديها ديتاتشمنت طيب الdetachment ده لازم لي أول حاجة removal of the hydrolyzed product of ATP اللي هو ال-ADP وال-inorganic phosphate أشيلهم وأحط مكانهم fresh ATP molecule يبدأ يحصل الانفصال بين ال-cross bridges وبين اللي هي الثين filament أو ال-actin filament وأحط ال-ATP ده الموجود ويجي في وضعه اللي هو اللي يبقى جاهز ومتحضر إنه يبقى يعمل new cycle يبقى أسمي اللي ال-cross bridges بقت energized لو اختفى من عندي الكالسيوم وما كانش عندي كالسيوم هدخل في عملية ال-resting لو لسه still فيه كالسيوم موجود هدخل فيه new cycle والcycle دي تفضل repeated مع كل مرة أنا بعمل shortening فيه الساركمير والعذرة بتأسر ومع اللي هي shortening بيحصل development الليه attention فيه المسل طيب أنا في حالة عدم موجود الكالسيوم أنا دخلت فيه الرست طيب في حالة عدم موجود fresh ATP molecule أنا هيحصل إيه في العذرة دي والله العذرة دي هتفضل فيه دي البيندينج كده وبيند مع الاكتن ومش هيحصل إيه detachment هنا فهيحصل إن العذرة دي تفضل مستمرة في contraction على طول يعني إيه كلمة contraction على طول كلمة contraction على طول يعني كلمة muscle contraction muscle contraction أو maintained contraction دي هنا قال لي في غياب الطاقة بتاعتي أو fresh ATP molecules فمش قادر أفصل الخروس بريجيس عن الثين فيلمنت طيب ودي برضو اللي بتحصل مع إيه دي اللي بتحصل مع حالات الوفازة ما هناخد في المحاضرة الجاية حاجة اسمها الريجور مورتس اللي بيحصل من stiffness للعضلات أفطر death نتيجة إن ما كانش عندي new ATP molecule طيب مع كل مرة قلت بيحصل السايكل دي حصل إيه حصل shortening فاكرين ده اللي هي الانيميش انتخذناه في أول مرة وقلت إن أنا عندي اللي هي المصلة عبارة عن وحدات من الساركمير جنب بعض اللي هي كل واحدة هنا من الزيد للزيد line وده هنا اللي هي thin filament واللي تحتها اللي هي السيكي filament وبقيت عملية اللي سلايدينج واضحة إن السين فيلمنت سلايد أوفر اللي هي الثيكي filament وبييجي نحية السنتر بتاعي هنا في الساركمير كل واحدة من الساركمير بيحصل لها shortening وبالتالي الهول مصل بيحصل لها shortening إيه دي الشكل اللي قدامي فقلنا هنا إن السين فيلمنت لما بتشدها تشد على الزيد line اللي مسكة فيه فالساركمير عندي يحصل فيه shortening وكل الساركمير اللي في العضلة لما يحصل فيها shortening العضلة إذا هول يحصل فيها shortening ولو فاكرين كنا بنعمل كمينت على الـ edge zone وعلى A band وعلى I band ولازم تكون فاكر مين فيهم اللي بيطير شايفين الـ I band الـ I band هنا هي اللي هي اللي بتأسر والـ edge zone ممكن مع market contraction ألاقيني مفيش خالص واضح edge zone زي ما بيبان عندي في الأنيجي يبقى دا شكل العضلة مع الـ contraction طيب العضلة دي هتفضل تعمل contraction طيب العضلة دي هتفضل تعمل contraction طول ما موجود عندي كالسيوم آين يبقى عشان توقف اللي هي process of contraction وتدخل في relaxation لازم أعمل removal أو re-uptake للكالسيوم آين re-uptake للكالسيوم آين منين من السايتو سول أو السايتو بلازم بتاع المسل سيل وأدخلوا فين؟ أدخلوا المغزم بتاعه مرة تانية اللي هو مين؟ اللي هو الساركو بلازمي كريتيكيلم يبقى force the process of relaxation لازم من اختفاء الكالسيوم آين ما شوفش كالسيوم آينز عندي الكالسيوم آينز كان أثناء الـ contraction خرج من الساركو بلازمي كريتيكيلم الساركو بلازمي كريتيكيلم الأرجانيلز اللي هي الـ smooth endo بلازمي كريتيكيلم اللي كانت مخزينة الكالسيوم وراحت مخرجها في السايتو soul of muscle cell وبدأت عملية الـ contraction لازم عمله re-uptake طيب عملية الـ re-uptake دي عملية باسف ولا عملية اكتف أنا أول ما أقول كلمة relaxation يمكن يجي في دماغي على طول إن دي relaxation أنا هريح يبقى عملية باسف لا مش عملية باسف ده أنت هتتفاجئ إن كلمة relaxation عملية اكتف ليه عملية اكتف قال لي إن أنت عشان تعمل relaxation والعضرة تدخل في relaxation فأشوف كان هنا سبب الـ contraction إيه سبب الـ contraction كان وصول الـ action potential في التي تيوبيول فتح المخازم بتاعتي اللي هي الساركو بلازمي كريتيكيلم خروج الكالسيوم آين ودي كانت أول step موجودة عندي في المسل contraction هي المسل contraction كانت كامل steps قولنا 4 steps الأولى خروج الكالسيوم الثانية الـ activation للمسل بروتين الثالثة generation of tension وأنا دلوقتي دخل على رابع واحدة اللي هي relaxation relaxation يعني أنا هنا أوقف الـ action potential ما يبقاش فيه deep polarization deep polarization كان outside negative والinside positive هعمل repolarization repolarization رجعت للوضع بتاعي بقى برة هو positive وجوه negative راحت اللي هي اللي كنت فتحاها قفلت ما بقاش فيه more calcium ion released طيب لما ما يخرجش عندي calcium ions جديد طبما أنا كان عندي كالسيوم موجود فيه cytosol أو فيه cytoblasm of muscle انت محتاج تعمل ايه؟ محتاجة أخذ الكالسيوم ده وأدخله تاني جوه يبقى مع ان انت وقفت الـ action potential وقفلت على خروج الكالسيوم محتاجة أجمع الكالسيوم اللي موجود فيه cytoblasm of muscle cell اللي تجمع الـ cytoblasm مين اللي موجودة هنا دي على طول يبقى اسمها الكالسيوم بامب طيب كلمة كالسيوم بامب دي أول ما تظهر عندي معناها ايه؟ كالسيوم بامب كلمة بامب على طول أعرف ان أنا استهلكت انرجي استهلكت انرجي عشان أعمل ايه؟ عشان أجمع السيتوبلاسم وأدخله مرة تانية في الساركوبلاسم كريتيكيلا يبقى تجميعة الكالسيوم من السيتوبلاسم of muscle cell استهلك انرجي اكتف بروسيس اكتف بروسيس لانها هتحصل مع الريموفل of كالسيوم من السيتوبلاسم of muscle cell وبشيله بالكالسيوم 80 base bump طيب هتقول لي ليه هو اكتف بروسيس اكتف بروسيس لان انت محتاج تجمع كل الكالسيوم ما تسيبش كالسيوم خالص ده معناه انه هيجي علي وقت هيكون الكالسيوم اللي هو برا اللي موجود في السيتوصول أقلب كتير من اللي متخزن في الساركوبلازمي ريتيكلم يعني يبقى عمل له bump against concentration gradient بدخله against concentration gradient يعني هنا باستهلك ايه باستهلك energy جمعته فيه الساركوبلازمي ريتيكلم يبقى لازم أخفي الكالسيوم ده تاني خطوة او بالتزامن معاه لازم اللي هي الاسطايل كولين اللي كان خارج عندي وموجود في السينابتك اللي فتكسره كان مين الانزيم اللي بيكسر الاسطايل كولين كان الاسطايل كولين استريس الاسطايل كولين استريس ريموف الاسطايل كولين اللي موجود عندي في النيورو موسكولار جونكشن فبالتالي مايبقاش فيه action potential يبقى بالتالي مافيش release ليه الكالسيوم اينز طب اختفى من عندي الكالسيوم اينز يبقى هنا هيحصل ايه للمسل بروتينز انا كنت بعمل لها اكتيفيشن لا خلص رجعي كل حاجة لوضعها يعني ايه ارجع كل حاجة لوضعها يعني هنا يبقى التروبونين يرجع للوضع اللي هو بتاعه الاساسي طب لما يرجع التروبونين لوضعه الاساسي التروبو مايس ان هنا اللي كان متحرك عن وبعد عن الاكتف سايت اللي كانت عن الاكتف هيعمل ايه هيرجع مرة تانية ويغطي البايندينج سايت اوف اكتف فيبتدي هتقف عندي يبقى مافيش هنا اللي هي السايكل مافيش مفيش عملية الكنتراكشن يبقى انا بدأت هنا الكنتراكشن اوف مصل بدأت بخروج كالسيوم اينز خروج كالسيوم اينز طلب مني ايه عشان يخرج طلب وصول اكشن في التي تي بيول او ترانسفيرسي تي بيول فكانت ترانسفيرسي تي بيول موجود عليها فولتج سينسي تيف باي هايدرو بايريدين ريسيبتورس اللي مجرد رسول الاكشن بتينشيال لها بتفتح التشانيلز اللي موجودة في الساركوبلازم كريتيكيلم وسمتها كلمة كالسيوم ريليزين تشانيلز ونفسها هي التسمية بتاعتها كلمة ريانودين ريسيبتورس خروج الكالسيوم اينز بدأ يعمل ايه الخطوة التانية اكتيفيشن اوف مصيل بروتينز ويعني اكتيفيشن المصيل بروتينز يعني رامل ازاحة لالتروبو ميسن عن الاكتف سايت اوف الاكتن فبالتالي يقدر الكروس بريجيس اوف ميسن انها تبتدي الخطوة التالتة وهي جينريشن اوف تنشن وقلنا الخطوة التالتة دي جوها اربع خطوات بايندينج بيندينج بعدين detachment وretard ومين الخطوات اللي استخدمت فيها الانرجي اللي استخدمتها في البيندينج واستخدمتها كمان في detachment طيب وكمان هنا لما دخلت في الخطوة الرابعة اللي هي relaxation استخدمت انرجي ولا لا اللي استخدمت انرجي في relaxation علشان انا كان عندي هنا الكالسيوم اللي انا احتجتها عشان اجمع بيها الكالسيوم اللي انا خرجته فبالتالي هنا كملت عملية اللي هي contraction of muscle وfollowed by relaxation طيب ابتدي عندي موضوع تاني اللي هي انواع contraction of muscle اللي يعني ايه انواع contraction في المسل مش هي هي contraction يعني shortening في skeletal muscle ولا هي هيبقى ليها انواع قال لي لا contraction of skeletal muscle دي انواع على حسب اللي هي اللي هيحصل في العضلة طيب احنا كنا مركزين دايما في العضلة على الجزء ده اللي هو هنا contractile element اللي موجودة عندي طيب والcontractile element اللي موجودة عندي دي اللي هي مين اللي هي sarcomere اللي هي الاكتن والمايوسن اللي بيحصل لها shortening طيب انا ما كنتش باخد بهلي ان لازم يكون في حاجة تانية في العضلة بتديها الى نوع من المرونة بتخليها stretchable بتخليها تقدر ايه تقدر يكون فيها المرونة دي والpart ده اللي هو هسميه elastic and viscous element الelastic والviscous element او serious elastic element اللي موجودة فيها موجودة مين اللي في التندن off المصل وفي الconnect التشو اللي حواليه الserious elastic element دي هي اللي هتدي المرونة يبقى لو هي عندي موجودة فيه الجزء بتاعي اللي هي التندن دي serious elastic element وقلاقي كمان serious elastic element موجودة موجودة بالتوازي مع العضلة مشية عشان كده بقولها ليها elastic component اللي بقى دي ال elastic element اللي موجودة عندي طيب structure ده او design اللي هو الموجود ده هيخليني اقدر افهم two types of muscle contraction هيقول لي اول نوع عندي هو اللي هسميه ال ايزوتونيك والنوع التاني هسميه ايزومترك طيب يعني ايزوتونيك ويعني ايزومترك ده اللي اتنين فيهم اختلاف قال لي طيب حط في دماغك الاول ان فيه contractile element وقادي serious elastic element وقادي شكل اللود بتاعي اللي انا هحاول ارفعه طيب عايزك تتخيل ان انا عندي دايما الساركمير دي او الجزء يحصله shortening يأثر طيب لو انا بأثر المسافة دي من غير محرك اللود ده هيحصل ايه في الجزء اللي هو ال elastic ده الله ده هيتشد عليه ليه لان انا محركتش اللود فانا هنا المكان ثابت وانت هنا بتأثر فهتسحب معاك ال elastic element فهيتشد جامد على ال elastic part ده فايه يبقى stretch طيب لو انا يبقى مش هيحصل mark the stretch على ال elastic part اللي موجودة عندي ده هيدخلني مدخل اللي هي two type of muscle contraction النوع الاول isotonic contraction ISO قال لي ISO معناها لحد هنا كده يعني the same وتوني جاية من التون يعني same tension يعني فيه contraction والتنش يفضل فيه ثابت طيب عايزة فهمه اكتر قال لي حط ال design بتاعك ال design بتاعي اللي هو بيقول فيه هنا bone ده origin والbone التاني اللي هو فيه عندي insertion وبهدين فيه عندي اللي هي العضلة او contractile part وده elastic element طيب ابتدي هنا مرة تانية اشوف structure بالزبط ادي bone هنا origin اهي بتاع العضلة والinsertion العضلة دي عملت ايه عملت contraction طيب contraction العضلة ده انا عرفته منين عرفته لما شفت فيه shortening في المسل ادي المسل دي كانت اثناء الرست اهي شايفين الطول بتاعها قدي شايفين الفرق كل المسافة دي هي عملت shortening shortening generation of tension طيب هي عملت contraction للمفروض انها تشيل weight زي انا متخيل طيب اهي الويت اهو الويت تحرك واشتال وتحرك من مكانه يبقى انا لو كان عندي العضلة هنا insertion بتاعها اللي هو الموجود الاول هنا في اللي هي البون فبدأ يطلع لفوق طيب لما بدأ يطلع لفوق ايه اخبار الelastic element والله الelastic element ما هتشدش عليها قوي لاني حركت weight يبقى فيه contraction في العضلة والعضلة دي فعلا اسرت فسمتها contraction طيب contraction ده whole muscle length اخبارها ايه اسرت ولا ما اسرت total length بتاع العضلة الcontractile element وبما فيه الelastic element قال لي لا هي فعلا حصل فيها shortening في المصل فهقول isotonic contraction ده muscle contraction في حفاظ على tension tension بيفضل ثابت طول الفترة اللي انا بحرك فيها الويت او طول فترة shortening يعني طول ما فيه فترة contraction موجودة عندي والtention اللي انا وصلت له انا بخلي التنشن ده ثابت طيب مش فهمة اكتر عايز افهمها ابص لل design او changes واعمل كومنت على حاجتين على اللنس بتاعي بتاعة المصل اذا هول واللنس للcontractile element alone الcontractile element الوحدها اهي لازم يكون فيها shortening وإلا ما كنتش اقول ان انا عندي contraction كلمة contraction معناها shortening والshortening بيبان فيه contractile element طيب الserious elastic element اللي موجودة عندي هنا حصل فيها ايه انت مجرد مرفعة الويد فما ادتش فرصة للمارك stretch للelastic part ده لو انا كنت سبت الويد في مكانه فكان هيبقى markedly stretched فهقول هنا ان contractile element بيبقى فيها shorten لكن serious elastic element not markedly shortened محصلش عليها stretch جامد ليه محصلش stretch جامد لان انت رفعت الويد ده حركت الويد اللوت ده اترفع طيب اللوت ده لما اترفع وانت عملت الشورتن طيب طول ما انا شايل الويد وطول ما فيه contraction والتنشن اللي انا وصلت له ده وعملته هيحصل فيه تغيير قال لي لأ هنا هيفضل constant هيفضل التنشن ثابت طول ما انا رفع الويد ده ومحافظة عليه من كلمة الثبات للتنشن هنا جاء تسمية كلمة isotonic contraction يبقى كلمة isotonic contraction عشان افهمها بطريقة عملية قلت ان isotonic contraction انا عندي design هنا عضلة مع اللقاها التندن وحتى في insertion بتاعي حتى فيه weight الويد ده 3 كيلو جرام الويد ده بالنسبة للعضلة ده ويد تقدر ترفعه يعني هيبتدي الويد ده يتغير من مكانه ويبتدي اعمل اعمل عملية اللي هي الرافع هنا وده نتيجة للمسل contraction طيب عايز ادرس حكتين في design ده عايز ادرس طول العضلة دي هل اتغير ولا ما اتغير شي تاني حاجة عايز ادرس ها المسل هبتدي ادرس هم وابعت العضلة دي هنبه عشان تبتدي تشتغل وتعمل وعمل كومنت على المسل وليه التاني على المسل الانس فلاقي ان انا اول ما عملت المسل بدأ التنش في العضلة دي بيزيد بالتدريج طيب بيزيد لحد فين هيوصل لحد فين يوصل لحد الليمت بتاعي اللي هو الامونت of resistance اللي لو اتغلبت عليها قدر ارفع الويد ده هو الويد ده او اي object بتحركه المفروض الobject ده بيعمل resistance اللي انت تتحركه من مكانه اللي هي الكلام اللي انتو اخدته فسأنا اللي هي كلمة inertia دي اللي هي الكلمة كسور ذاتي الكسور الذاتي والmomentum اللي هي resistance اللي بواجهها علشان احرك اللوت فلو انا عملت tension او generate tension في العضلة دي والtension هنا كان اعلى من انه او وصل للدرجة انه يتغلب على resistance بتاعت اللوت بتاعي وقدر احركه فانا هنا tension develop ده وصل للليمت او الخط بتاعي اللي هو amount of resistance اللي انا عايزة تغلب عليها فبالتالي هبتدي ارفع الويد طيب مجرد ما انت وصلت للمكسيمم tension وحركت الويد tension ده هيتغير بقى وانا رفع الويد لا tension ده هيفضل سابت طيب اخبار المسل لنس ايه هل فيه تغيير في المسل لنس او طبعا فيه تغيير في المسل لنس انا شايف الكيرو بيحصل ايه بينزل يعني فيه shortening في المسل فلاقي ان الايزوتوني contraction المسل هي هتعمل contraction هيبقى فيها tension والتنشن ده هيبقى يقدر يحرك اللوت حركت بيه اللوت ومعاها انا حصل shortening يبقى هنا ما اعمل كومنت عالتنشن وعاللنس هقول ان التنشن بيفضل سابت through out the work في فترة اللي انا عاملاه فسميته كلمة isotonic isotonic means the same tension طيب والlens of the muscle لا فيه shortening فيه lens of المسل طيب الايزوتوني contraction اجي اقارنه بالنوع التاني من الcontraction اللي هسميه كلمة isotonic metric هنا الكلمة حتى اتغيرت انا اتفقت ان كلمة ISO الوحدها يعني زاسيم هنا كلمة metric جاية من المتر جاية من كلمة قياس فهي جاية من كلمة lens يبقى المراضي السبات فيه السبات في lens of the muscle الله يعني ايه اعمل muscle contraction وانا عارفة ان كلمة contraction هي كلمة shortening العضلة وتيجي تقولي العضلة عملت contraction بالsame lens بتاعها متغيرش lens اقولك من تنسيت الديزاين اللي احنا عملناه الديزاين اللي احنا عملناه فكرناك ان انت دايما في البداية قلت ان فيه contractile element اللي هي الديزاين بتاعي او اللي هي sarcomere او الاكتن والميسين filament طيب وفيه معاها مين فيه معاها serious elastic element الديزاين دا لما شوف وعمل isometric contraction ادي الorigin وادي الinsertion واجيب العضلة العضلة عملت ايه العضلة عملت contraction العضلة اسرت بس لما العضلة اسرت هنا ما كانتش السيارة او ما فيها shortening جامد زي isometric contraction دي اول حاجة انا لاحظتها يعني مفيش market change فيه length قوي طيب حاجة تانية اللي انا هلاحظها هلاقيني لما عملت contraction انا محركت شوية ولا حاجة محركت شوية ادي اللي هي هنا البون عندي موجود وقادي اللينس بتاع العضلة ما تحركش ادي اللي هي الorigin وقادي الinsertion بتاعها اللي موجود عندي يبقى هنا المصل اللينس عندي مفيش فيه change يبقى في isometric contraction انا عملت ايه عملت contraction في المصل ومحركت شوية مفيش اللود تحرك فاللينس فضل ثابت واخبار التنشن ايه العضلة دي بتجاهد وعملت اعمل generation of tension يعني عملت زود التنشن فيها عشان تقدر تحرك الويت فهلاقي هنا ان اللينس ده فضل ثابت ليه لاني عملت mark stretch شايفين الجزء ده مين اللي عوضوا النقص فيه او الشورت فيه contract element عوضتوا بان انا عمل stretch على elastic element يبقى عندي two component دول هما اللي بيفصروا لي ان انا مع isometric contraction وانا كنت فاهم كلمة contraction انها shortening للعضلة لقيت ان contract element فعلا بقت short ده معنا ان انا عملت contraction لكن serious elastic component او serious elastic element حصل لها مارك تشدت عليها جامد فلقيتني لما شدت عليها جامد عوضت الشورت اللي موجود وفضل اللينس بتاعي اذق هول ثابت يبقى الهول مص اللينس فضل زسيم مفهوش تغيير رغم ان فيه contraction عندي فيه contraction يعني فيه generation للتنشن والتنشن ده عمال يزيد بالتدريج لانه بيحاول يرفع ويت يبقى contractile element حصل فيها short serious elastic component او serious elastic element greatly stretched لان هنا معنديش مو لود اتحرك مقدرتش اشيل اللود يبقى الهول مص نوت شورت المص كلها اللينس طيب اجد رس واقول امتى حصل كده انا في ايزومتر contraction اهو ايزومتر contraction حطيت لود او ويت طيب بصيت فيه فرق بين الويت ده اللي انا حطاه والويت الاولاني اللي كان موجود عندي قال لي اه فيه فرق ده الاولاني كان 3 كيلو يعني كان لود بالنسبالي small لود يعني كنت اقدر العضلة ترفعه المرة دي 6 كيلو 6 كيلو ده اكتر من ان العضلة تقدر ترفعه طيب العضلة عملت ايه قال العضلة بتحاول انها ترفع اللود يعني ايه بتحاول جيت لما درست لقيت فيه tension في العضلة عمال يزيد لكن اللينس بتاع العضلة ما بيتغيرش فبدأت ارسم الكيرف بتاعي واعمل كمينت على التنشن وكمينت عن مصر لنس بعد استميليشن بالعضلة عشان تقدر تشيل الويد فالعضلة دي قال لقد الويد ده اكتر من ان انا اشيل انا عمال اعمل اعمل وازو التنشن لكن انا مش قادر اوصل ل ان اتخطر ريزيستنس علشان اقدر ارفع الويد فهنا مين مقابل في الحالة دي هل انت حركت ويت انا محركت شويت نتيجة لان انت محركت شويت المصر لنس اذ اهول مفيش فيها اتشينج يبقى انا عارف ومتخيل ان هي عملت كونتراكشن وكونتراكتايل المنت فيها شورتج لكن السرياس الاستيك المنت حصل فيها ماركت استريتش وبالتالي بدأ دي دي تنشن والتنشن ده مش قادر يرفع الويت اللي موجود عندي وبالتالي ما ظهرش اي تشينج في المصل لنس طيب هل انا الكنتراكشن اللي بعمله بيكون مرة ايزوتونيك ومرة ايزومترك والنوعين سبرت عن بعض لا النوعين مكملين لبعض يعني ايه يعني انت عشان تعمل اي موفمينت وتباني موفمينت دي فانت في الاول ببتدي اعمل ايزومترك كنتراكشن قال لي ازاي انا عندي هنا الفيميل دي بتحاول تشيل الويت ده او الويت ده وانا لسه مرفعتوش يعني نوع موفمينت طيب لكن انا مجرد محطيت ايدي عليه وبحاول ارفعه يعني ايه بتحاول ترفعه يعني المصل دي بتبتدي تعمل كنتراكشن هنا البايسيبس عاملة كنتراكشن المصل تنشن طيب بس التنشن ده هنا معملت الشورتنينج في العضلة معملت الشورتنينج العضلة لسه في السيم لينس وانا عرفت منين انه معملت الشورتنينج لان انا مقدرت اشرفع الويت اللي موجود عندي فهنا البداية عندي في ايزومتر تعمل شورتنينج مش قادرة تعمل ترفع الويت فهيبدل ايزومتر كنتراكشن طيب لو انا بدأت اعمل موفمينت موفمينت يعني رفعت اللود رفعت اللود يبقى هنا المصل حصل فيها شورتنج واول ما العضلة قسرت وقدرت ارفع اللود هيفضل التنشن في العضلة كونستن فيبقى هنا اول ما عملت الورك بتاعي ورفعت اللود ده بقت ايزوتوني كنتراكشن يبقى بوث الايزومتر والايزوتوني كنتراكشن مكملين لبعض المصل كنتراكشن بدأتها ايزومتر علشان اعمل ايه عشان ديفول تنشن وجنري تنشن والتنشن ده اللي بعمله اقدر ارفع به الويت اول ما رفعت الويت بدأت هنا استمرت او عملت والايزوتوني كنتراكشن عندي هي اللي قلت عليها فيها شورتنينج في العدلة وهنا رفعت اللود وبدأت اعمل ايه بدأت اعمل اللي هي الايزوتوني والايزوتوني فيه التنشن هيفضل سابت ما يتغير شطور ما انا رفع اللود يبقى ده النوعين طيب هل انا في حياتي العادية اقدر اقول انا بعمل امت ايزومترك وقامت اعمل ايزوتوني كنتراكشن وانت واقف علشان تحافظ على المعضلات اللي في رجلك فيها كنتراكشن جامد عشان تحافظ على ال وتبقى فيه ستيفنس في اللج يبقى ده في حالة الستاندينج طيب تخيل نفسك بدأت تجري بدأت اجري يعني انا مع الجري بعمل حركتين حركة الاولى ان رجلي بتلمس الارض وتبقى سبورت اللي هي البادي ويت بتاعي والحركة التانية ان انا برفع رجلي من على الارض واخد اللي هي الاستابل اللي وراء الحركتين دول هما ايزوتونيك والايزومتري كنتراكشن ازاي وانت رجليك لمسة الارض ومسبتاك على الارض ايزومتري كنتراكشن واول مرفع رجلي عن الارض بحولها الايزوتونيك كنتراكشن يبقى دورينج الارنينج الكنتراكشن اوف الليج مصل هي مكشور بتوين الايزومتري كنتراكشن والايزوتونيك كنتراكشن الايزومتري كنتراكشن وانت رجليك موجودة على الارض ومسبتة الجسم والايزوتونيك كنتراكشن لما برفع رجلي وابتدي اجلي طيب الاجزامبل اللي قدامي هنا برضو ده ايزوتوني كونتراكشن ايزوتوني كونتراكشن لما الشخص يحاول يشيل اللي هي الويت لو الويت ده very heavy ويت تقيل فانا هنا بعمل ايزومترك الاول وازود اللي هي التنشن ومجرد ما ارفع الويت ولو قدرت ارفع الويت يبقى ايزوتوني كونتراكشن يبقى ده الفرق بين الاثنين فرق بين الايزومترك والايزوتوني كونتراكشن طيب لو حبيت اعمل جدول والخص فيه الفرق بين الاثنين فانا عندي فيه خطوتين مفهومين بالنسبة لي اللينس والتنشن اول ما يقول لي ايزو تونك يبقى التون هو اللي ثابت او تنشن ثابت والعضلة دي اسر ايزو مترك افهم ان هي ايزو يعني زاسيم وجاية كلمة مترك جاية من اللينس يبقى اللي ثابت هو اللينس والعضلة دي فيها انكليز في التنشن فيها زيادة في التنشن طيب مين من النوعين قام بإكسترنا الورك يعني ايه كلمة اكسترنا الورك وشفته قدامي ان فيه لود اشتال وترفع وتحرك مسافة كلمة اكسترنا الورك كقانون بيقول لي ان هي حاصل ضرب اللود فيه طيب اللي شال لود وحركه ده كانت الايزوتونيك كونتراكشن يبقى مين اللي قادر يقوم باكسترنا الورك اللي قادر يقوم بالاكسترنا الورك هي الايزوتونيك كونتراكشن يبقى هنا الايزوتونيك كونتراكشن تعمل external work لأنها بتحرك لود لمسافة معينة طيب هل الايزومتريك حركت لود أو بان في external work لأ ما كانش باين عندي external work طيب لو حبيت أحسب حاجة اسمها الكفاءة بتاعتها اللي هي العضلة يعني ايه الكفاءة اللي هي mechanical efficiency يعني كنت أعطيك كمية من الطاقة قد ايه من كمية الطاقة دي بان أو تحول في صورة external work مش صورة هيد يعني ايه يعني مثلا لو اعتبرت ان انا كان عندي 100% من الانرجي انت استخدمت قد ايه عشان تبين لي external work مثلا قال لي في الايزوتوني في external work ظهر واستخدم كمية من الطاقة حوالي 25% من الطاقة اللي موجودة عندي والباقي تحول لي هيد يبقى الميكانيكال ايفيشنسي بتاعته 25% اللي هي البرسنتج of energy converted to external work طيب هل الايزومتريك كنتركشن هيعمل هيكون دي mechanical efficiency طب اذا كان من اساسه مفيش external work يعني external work zero يبقى الميكانيكال ايفيشنسي بتاعته ايه zero وليه الاكسترنال وورك بتاعته كانت zero لان حتى لو كان في لوده بيحاول يرفعه فالديستنس هو ما رفعوش ما تحركش مسافة كانت المسافة zero لما جيت اضرب الزيرو في اللود فهيطلع external work zero external work zero يحكم على الميكانيكال ايفيشنسي انها تبقى zero فبالنسبة للايزومتريك والايزومتريك والايزوتونيك كنتركشن بعد مقارنت اللينس والتينشن بتقارن الاكسترنال وورك والميكانيكال ايفيشنسي هلاقي الاكسترنال وورك هنا في الايزوتونيك فيه external work وفيه ايفيشنسي 25% طيب الايزومتريك هلاقي external work zero ميكانيكال ايفيشنسي zero امتى بيظهر عندي اهمية اللي هي الايزوتونيك كونتركشن الايزوتونيك كونتركشن باستخدمه في ان انا بحرك جسمي اللي هي في عملية اللي هي الخطوات اللي انا بشيل فيها اللي واتحرك و tramp وعمل وفي حركة اللي هي الى الوبجيكت طيب وامتى يكون في عندي اللي هي الايزومترك كونتركشن الايزومترك كونتركشن لما كنت بحافظ على believe in generation of the body against gravity لما كنت بقى من العضلة ميكون في اي حركة فيها ودي مهمة لأنه ده اللي بيحافظ على البوتشر وقادي الجدول الأخير اللي هو بيبين الفرق بين الايزوتونيك والايزومتريك كونتراكشن يبقى اللينس سابت كلمة ايزومتريك لينس سابت ويبقى بالتالي اللي هي التنشن بيزيد طيب اكسترنال وورك لا ما فيش اكسترنال وورك ولا فيه ميكانيكا طيب الايزوتونيك كونتراكشن ايزوتونيك يبقى هنا المرة دي التنشن هو اللي سابت والعضلة دي اسرة وكان عندي فيه اكسترنال وورك وكانت الافيشنسي 25% طيب مين يبقى مستهلك للطاقة اكتر الايزومتريك ولا الايزوتونيك قال الايزوتونيك بياخد فترة اطول ديوريشن اف كونتراكشن بتبقى اطول ليه لان في الايزوتونيك كونتراكشن انا هنا ببتدي استعد ليه وباستخدم اللي هي او باعد فترة على ما تغلب على الريزيستنس بتاعة الويت عندي واقدر ارفعه فلما باخد فترة اطول بستهلك اكتر من الايزومتريك كونتراكشن يبقى الانيرجي كونسومشن بتكون mengor في الايزوتونيك كونتراكشن اكتر من الايزومتريك كونتراكشن ويبقى دا كده كان موضوع محاضرتنا النهاردة كانت اللي هي المحاضرة بدايتها اوصول الاكتشن بوتينشيل وبعدين دخلت فيه الميكانيزم اللي هي كونتراكتيل رسوبونز او اللي هي الميكانيكال رسوبونز أو ممكن يسميها لك اللي هي اللي هي حصلت في العضلة عشان تعمل كلمة اللي يقول عليها اللي هي طيب وبعدها خدنا الفرق بين نوعين الcontraction وإن شاء الله يبقى لينا لقاء مرة تانية في المحاضرة اللي هي تعتبر الأخيرة في المصل وهتكون إن شاء الله هتنزل لكم في معادها معاد المحاضرة على حسب اللي هو الجدول بتاعنا بتاع الموديول إن شاء الله شكرا